أهلاً ومرحباً بكم متابعي قناة نفحة هل سمعت من قبل عن الراسين الذين قتلوا نبيهم عليه السلام حياً ورقصت النساء على قبره بل وقيل إنهم أكلوه حياً وقدموه قرباناً للشيطان لكي يرضى عنهم فأنزل الله عز وجل عليهم عذاباً من السماء كان الأشد والأفضع على مر العصور لدرجة أن الله عز وجل أرسل إليهم جبريل للقضاء عليهم فيما قيل وذكرهم الله عز وجل في كتابه الكريم ليكونوا عبرةً لغيرهم فمن هم هؤلاء القوم؟ وما قصتهم؟ وكيف قتلوا نبيهم؟ ولماذا قتلوه؟ وكيف كان عقاب الله عز وجل لهم؟ هذا ما سنعرفه في حلقة اليوم إن شاء الله من قناة نفحة لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والآن هيا بنا لنبدأ في البداية مشاهدين الكرام وأولاً لكي نعرف من هم هؤلاء القوم علينا أن نعود بالزمن إلى الوراء وتحديداً بعد طوفان نوح عليه الصلاة والسلام بعدة قرون في إحدى القرى التي تطل على شاطئ نهر في بلاد المشرق يقال له نهر الرس نسبة إلى قريتهم وكان لهم اثنتا عشرة قرية تطل على هذا النهر وكان هؤلاء القوم يعبدون شجرة صنوبر كان قد غرسها يافث بن نوح عليه السلام في إحدى قراهم ولكن بعد أن كثرت أعدادهم وتعددت قراهم وشق عليهم الذهاب إلى القرية التي بها الشجرة أخذوا من تلك الشجرة حبة وغرسوها في كل قرية من قراهم ثم أجروا نهراً لتلك العيون مأخوذة من العين الموجودة عند الصنوبرة الرئيسية فنبتت حبة في كل قرية وصارت شجرة عظيمة فحرموا ماء العيون التي كانت تسقي تلك الأشجار تقديساً لها فكانوا لا يشربون منها ولا يشربون أنعامهم ومن فعل ذلك منهم قتلوه وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن تلك العيون التي تروي شجر الصنوبر هي حياة آلهتهم لذلك قالوا لا يجب الشرب من مصدر حياة الآلهة التي يعتقدون بها وكانوا يشربونهم وأنعامهم من نهر الرس الذي عليه قراهم وقد جعلوا في كل شهر من السنة في كل قرية عيداً فكانوا يقدمون لتلك الأشجار القرابين فكان لكل قرية شهر يحتفلون فيه فكانوا يحتفلون بعدد أشهر العام بأكمله إذ كانوا يذبحون الذبائح ويشعلون فيها النيران وإذا بلغ دخانها عنان السماء واختفت الشجرة من أثر الدخان قاموا بالسجود وهم يبكون يتضرعون إلى الشجرة كي ترضى عنهم وقبل كان الشيطان يأتيهم وهم يتوسلون ومن ثم يقوم بتحريك أغصان الشجرة ثم يصيح الشيطان سياح الصبي ويقول لهم إني قد رضيت عنكم عبادي فطيبوا نفسا حينها يرقصون ويهللون شاربين الخمر وعازفين ويستمرون على هذه الحال طوال اليوم والليل حتى إذا جاء يوم عيد قريتهم العظمى فكان هذا اليوم هو عيدهم الأكبر والذي يقام بالقرية العظمى والتي يوجد بها شجرة الصنوبر الرئيسية والعين المتفرع منها باقي الأعين فكان يحضر هذا العيد كل صغير وكبير من جميع القرى وكانوا يصنعون عند الشجرة سرادقا من ديباج له اثنى عشر بابا لكل قرية باب فيسجدون لشجرة الصنوبر من خارج السرادق ثم يأتون بشات وبقر فيذبحونها قربانا للشجرة ويقربون لها الذبائح أضعاف ما قربوا للشجرة التي في قراهم ويشعلون فيها النيران بالحطب فإذا سطع دخان تلك الذبائح في الهواء وحال بينهم وبين النظر إلى السماء خروا سجدا يبكون ويتضرعون إليها أن ترضى عنهم فيجيء إبليسك كل مرة بنفسه عند تلك الشجرة وهم على حالهم هذه فيحرق إبليس الشجرة تحريكا شديدا ويتكلم من جوفها كلاما جهوريا يسمعه كل القوم ويقول إني قد رضيت عنكم عبادي فطيبوا نفسا وقروا عينا ويعدهم ويمنيهم بأكثر مما وعدتهم الشياطين في كل قرية فيرفعون رؤوسهم عند ذلك ويشربون الخمر ويضربون المعازف فيكونون على ذلك 12 يوما بلياليهن بعدد أعيادهم سائر السنة ثم ينصرفون فلما طال كفرهم بالله عز وجل وعبادتهم غيره بعث الله عز وجل لهم نبيا قيل إنه من بني إسرائيل من ولد يهود بن يعقوب فلبث فيهم زمانا طويلا يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له وترك عبادة الأشجار والشيطان ولكنهم لم يستجيبوا له واستهزأوا به وقالوا له أتريدنا أن نترك ما وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا فقال لهم نبيهم يا قوم إنهم كانوا في ضلال مبين وإن لم تكفوا عن ذلك سيحل عليكم عذاب أليم لكنهم لم يستمعوا له وقالوا له سواء علينا أوعظتنا أم لم تعظنا لن نؤمن لك هنا تأكد نبي الله أنهم لن يؤمنوا فقد تمكن الكفر من قلوبهم خصوصا بعد أن حضر أحد أعيادهم أحد أعياد قريتهم العظمى ورأى ما يحدث بها من كفر وشرك وفجور وأنهم كل عام يزداد كفرهم عن العام الذي سبقه فحاول جاهدا تذكيرهم بالله وإبعادهم عن هذا الضلال المبين لكن هذه المرة هددوه بالقتل إن لم يتوقف عن دعوته لهم وهنا علم أن هؤلاء القوم لن يؤمن منهم أحد بل سيزيد كفرهم فدعا عليهم قائلا يا رب إن عبادك أبوا إلا تكذيبي وغدوا يعبدون شجرة لا تضر ولا تنفع اللهم أيبس شجرهم أجمع وأرهم قدرتك وسلطانك فما أصبح القوم في اليوم التالي إلا وقد أيبس الله شجرهم كله فصدم القوم مما حدث وانقسموا فرقتين فرقة قالت سحر آلهتكم هذا الرجل الذي زعم أنه رسول رب السماء والأرض إليكم ليصرف وجوهكم عن آلهتكم إلى إلهه وفرقة قالت لا بل غضبت آلهتكم حين رأت هذا الرجل يعيبها ويدعوكم إلى عبادة غيرها فحجب حسنها وبهاؤها لكي تغضبوا لها فأجمعوا رأيهم على الانتصار لشجرهم على قتله فاتخذوا أنابيب طوالا ونزحوا الماء من العين الرئيسة لقراهم عند الشجرة الكبيرة ثم حفروا في قرارها بئر ضيقة المدخل عميقة وأرسلوا فيها نبيهم ثم سدوا البئر بصخرة عظيمة بل وقيل إنهم أكلوه حيا وقدموه قربانا للشيطان لكي يرضى عنهم وقالوا نرجو الآن أن ترضى عنا آلهتنا إذا رأت أنا قد قتلنا من يعيب فيها ويصد عن عبادتها ودفناه تحت كبيرها فيتشفى منه فيعود لنا نورها ونضرتها كما كانت فبقوا بقية يومهم يرقصون ويلعبون وهم يسمعون بآذانهم أنين نبيهم عليه السلام وهو يقول إلهي قد تراضيق مكاني وشدة كربي فارحم ضعف ركني وقلة حيلتي وعجل بقبض روحي ولا تؤخر إجابة دعوتي حتى مات فقال الله جل وعلا لجبرائيل عليه السلام أيظن عبادي هؤلاء الذين غرهم حلمي وأمنوا مكري وعبدوا غيري وقتلوا رسولي أن يقوموا لغضبي أو يخرجوا من سلطاني كيف وأنا المنتقم ممن عصاني ولم يخش عقابي وإني حلفت بعزتي لأجعلنهم نكالا وعبرة للعالمين فما أصبحوا حتى أرسل الله عز وجل عليهم ريحا عاصفا شديد الحمرة فتحيروا في هذه الريح وذعروا منها فماج بعضهم في بعض ثم صارت الأرض من تحتهم حجر كبريت يتوقد ثم أظلتهم سحابة سوداء فألقت عليهم حجارة ملتهبة أذابت أجسادهم كما يذوب الرصاص بالنار فماتوا جميعا كموت نفس واحدة بأشد أنواع العذاب على مر التاريخ عقابا لهم على كفرهم وقتلهم نبيهم بغير حق وفي الحقيقة مشاهدين الكرام بعد البحث لم نجد خبرا صحيحا لتلك القصة في الكتاب أو السنة وإنما هي اجتهادات وقد يكون بعضها روايات من الأمم السابقة أو من الإسرائيليات والتي أمرنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بعدم تكذيبها أو تصديقها هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته